السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام هذا الفيديو سأتحدث لكم فيه عن صورة تجلب الملائكة وتطرد الشياطين لا شك أيها الإخوة والأخوات أن كل واحد فينا يهتم بزينة البيت خاصة غرفة الاستقبال فكلنا يهتم بلون الحوائط ويهتم بنوع الآثاث ويهتم بنظافة الحمام ونظافة الأطقم ونظافة الأحواض لكن الكثير مننا يهمل أعظم زينة وأفضل نور يمكن أن يضاء به البيت إنها صورة البقرة صورة البقرة أيها الإخوة والأخوات تطرد الشيطان وتدعي أو تستدعي عفوا دخول الملائكة فقبل أن نكمل إخواني أخوات اعطوني لايك وعطوني اشتراك جزاكم الله خيرا ويلا بتعوه أولا نتكلم عن طرد صورة البقرة لشياطين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع صورة البقرة تقرأ فيه يعني بمجرد أن يسمع الشيطان صورة البقرة تقرأ في هذا البيت فإن الشيطان يخرج يعني يهرب من هذا البيت هذا الحديث مذكور في فضائل القرآن لأبي عبيد كذلك قول ابن مسعود أنه قال إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه صورة البقرة هذا حديث كذلك صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يا إخواني ويأخواتي قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهم ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة كذلك أو نتكلم الآن عن حديث أو عن مسألة استدعاء الملائكة أن البقرة تجلب الملائكة إلى البيت عن أسيد بن خضير قال بينما هو يقرأ أمي الليل صورة البقرة وفرصه مربوطة عنده يعني فرصه مربوطة إذ جالت الفرص فسكت فسكنت فقرأ فجالت يعني بدأت تهمهم فقرأ فجالت الفرص فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرص فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبها البقرة فلما أخذه أرفع رأسه إلى السماء حتى ما يرأها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فقال اقرأ يا ابن خضير فقال فأشفقت يا رسول الله أن تطع يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظل فيها أمثال المصابح فخرجت حتى لا أراها قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو تدري ماذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تسوارى منهم وفسلكم الحديث هات الصحابي هذا كان يقرأ صورة البقرة في بيته فوهو يقرأ عنده فرس أنثى الحصان فهو يقرأ بدأت تلك الفرس يعني تكثر الحركة من كأن شيء في الخارج فلما هدأ هو وسكت عن القراءة سكنت هي يعني لما توقف عن القراءة توقفت هي عن الحركة فبدأ مرة أخرى في القراءة فبدأت هي في الحركة فتوقف عن القراءة فتوقفت هي عن الحركة وهكذا استمر هو يتوقف وهي تتوقف هو يقرأ وهي تستحرك فكان عندها ابن صغير يعني قريب منها فخاف أن تدسه هذه الفرس برجلها فقام وأخذ ابنها ثم لم يكمل سورة البقرة فلما أراد أن يخرج رأى مثل النور يعني مثل الظلة أنوار على شكل ظلة تصعد إلى السماء فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت كذا وكذا 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 فقال تلك الملائكة يعني تلك التي رأيت هي ملائكة اقتربت لكي تسمع صوتك ولو قرأت يعني ولو أنك استمرأت في القراءة لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم أني لا أصبحت هذه الملائكة في السماء ينظر الناس إليها ولا تتوارى عنهم هذا فضل وهذا عظيم فضل هذه الصورة العظيمة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل صورة البقرة فلنبادر يا إخواني ويا أخواتي بتزيين البيوت بصورة البقرة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وباركاته